السلام عليكم رغم الاتفاق على الرحيل كهرباء الاول في ترتيب مهاجمي الاهلي وثالث مفاجآة رغم توصل ادارة النادي الاهلي الى اتفاق نهائي مع محمود عبد المنعم كهرباء بشأن الرحيل عن صفوف الفريق الكروي لمدة موسم واحد على سبيل الاعرى استقر السويسريو مارسي الكولاري المدير الفني للفريق الاول لكرة على اعادة المشهد بشأن ترتيب رؤوس الحرب في صفوف النادي الاهلي خلال الوقت الحالي خلال الفترة الماضية تحدث السويسريو مارسي الكولاري المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن استقراره على مشاركة المحترف الفلسطيني وسام ابو علي بشكل ساسي على ان يكون بديله المحترف الفرنسي اناتوني ميوديسات ثم يأتي في الترتيب ثالث محمود كهرباء واستقر المدير الفني للنادي الاهلي على خطوات اعادة النظر في الترتيب ليصبح محمود كهرباء في المركز الاول خلال الوقت الحالي ثم الفرنسي ميوديسات ثم الفلسطيني وسام ابو علي في ظل عدم جاهزيته بنسبة 100% اكد مصدر بالنادي الاهلي ان المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي غير جهز حتى الان من الناحية البدنية والفنية بشكل مطلوب وصعوب لحاقه بمواجهة سيمبالا التنزانية بينما الفرنسي المدل الأناتوني ميوديسات لم يقدم اوراق اعتماده حتى الان في حين رأى مارسي الكولر ان محمود كهرباء يؤدي في التدريبات مع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي بشكل مميز وأفضل من النجم الفرنسي المدل الأناتوني ميوديسات اتجه مارسي الكولر إلى وضع محمود كهرباء في الترتيب الأول ثم الفرنسي أنتوني ميوديسات في الترتيب الثاني وتحديدا خلال مواجهة الذهاب المنتظرة ضد فريق سيمبالا التنزاني غد الجمعة بسبب جاهزيات اللاعب وارتفاع لياقته في الآوينة الأخيرة بسبب رخبته في اقناع الجهاز الفني بالاعتماد عليه في الوقت الذي يعمل خلاله التاقم الطبي على خطوة تجهيز الفلسطيني ويسام أبو علي حيث يشارك في أداء البرنامج العلاجي والتأهيل للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية ويتعرض وسام أبو علي بين الحين والآخر إلى إصابات عضلية كثيرة وهو ما يربك حسابات السيويسري مارسي الكولار وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم ترجمة نانسي قنقر